موسيقى نشرة الأخبار من يمن شباب أهلا بكم مشاهدين مساء الخير أماني مساء الخير حشام تتابعونا معنا في أخبار التاسعة موسيقى فريق الخبراء الدوليين يؤكد استمر تدفق الأسلحة للحوثيين عبر سلطنة عمان وسواحل الجنوب موسيقى استمرار المعارك في جبهات مأرب والجوف والجيش يسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع في الصفراء بصعبة موسيقى وإذا في التاسع العشرات يشيعون أمرأة في مأرب قضت متأثرة بالقصف الحوثية والصحة تدين القصف الحوثي للمستشفيات والصمت الدولي المريك موسيقى كشف فريق الخبراء الدوليين المعين من لجنة العقوبات الدولية تابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن في تقرير حديث له كشف عن وجود انتهاكات لقرار المجلس بخصوص حضر الأسلحة واستمرار تهريبها للحوثيين كما قال التقرير إن الأسلحة لا تزال تصل للحوثيين عن طريق شبكة من المسطاء عبر سلطنة عمان والساحل الجنوبي للبلاد وذلك عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة أو الحكومة اليمنية لتصل إلى صنع وحدد تقرير فريق الخبراء الدوليين العام الماضي 2019 المرفوع إلى مجلس الأمن نهاية يناير الماضي حدد اتجاهين رئيسيين محتملين لانتهاك حضر الأسلحة كما ذكر التقرير أن الاتجاه الأول يتمثل بنقل محركات الطائرات المسيرة من دون طيار والمشغلات المعززة والألكترونيات التي تصدر من البلدان أو البلدان الصناعية عن طريق شبكة من الوسطى إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث يتم إدماجها في الطائرات المسيرة المجمعة محليا والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا وأضاف أن الاتجاه الثاني يتمثل في استمرار تلقي الحوثيين للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية رمي جي وقذائف موجهة مضادة للدبابات ومنظومات قذائف إنسيابية أكثر تطورا وبعضها لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران هذا وكشف تقهير الخبراء الدوليين عن تورط الحوثيين في انتهاك تدابير تجميد الأصول وذلك من خلال سماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم عبد الملك الحوثي كما كشف التقرير عن إثراء غير مشروع لعدد صغير من المقاولين الانتهازيين الذين يشغل بعضهم أو يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسة العامة بما في ذلك عن طريق تلاعب البنك المركزي اليمني في عدن بأسعار الصرف الأجنبي نعم وفي موضوع آخر قال التقرير أن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بني بريك متورط من استخدام القوة لإزالة مال الحكومة اليمنية من سلطة ضئيلة في عدن وفي سياق الانتهاكات الحوثية هددت المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة باليمن هددت مجددا بتخفيض مساعداتها في مناطق تسيطر عليها ميليشي الحوثي نتيجة سرقتها من قبل الميليشيات وعدم وصولها لمستحقها نتابع التقرير بعد أيام قليلة من نهب ميليشي الحوثي لمخزن مساعدات يحتوي على 127 طن من الغذاء قالت الأمم المتحدة إنها ستقفض المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشي الحوثي ووفقا لوكالة رويترز فإن المانحين والمنظمات برروا ذلك بعدم ضمانهم وصول المساعدات لمن يستحقها هذا ولم تتأكد الأمم المتحدة قط في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي من وصول المساعدات للمستحقين ووصف برنامج الغذاء العالمي ميليشي الحوثي بلصوص الطعام من أفواه الجوعة لكنها تعاملت معهم منذ خمس سنوات وتنسق أيضا مع هيئة حوثية اسمها تنسيق الشؤون الإنسانية رغم اقتطاع تلك الهيئة لـ 2% من كل مشروع إنساني علنا بما يصل إلى مئات ملايين الدولارات سنويا ولم تورد رويترز موعدا لبدء الخفضة لكنها توقعت عن مصادر أممية أنها ستبدأ في مارس المقبل وصفة الخطوة بغير المعتعدة وسرعان ما عادت الأمم المتحدة منتصف العام الماضي إلى توزيع المساعدات بعد تعليقها في صنعاء بسبب خلافها مع ماليشي الحوثي وقالت مصادر عاملة في الإغاثة إن المنظمات الإنسانية لن توقف أبدا عملها مع ماليشي الحوثي في قطاع المساعدات كونها مستفيدة مثل الحوثيين من هذه المساعدات لكن اختلافات تطرأ بين الطرفين على تقاسم المساعدات بين فترة وأخرى في آخر تطورات الميدانية فقد تمكنت وحداتهم من الجيش الوطني اليوم من إسقاط طائرة المسيرة إيرانية الصنع تابعة لميليشي الحوثي في مدرية الصفراء في محافظة سعدها وقالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيرة للميليشي الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مدرية الصفراء بعد رصدها عبر أجهزة الاستطلاع وأضافت المصادر أن الطائرة المسيرة تم إسقاطها أثناء تحليقها ومحاولة الهجوم على المواقع التي تمركز فيها قوة الجيش الوطني هناك أفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف استعادت العديد من الأسلحة والآليات العسكرية المنهوبة عقب معارك عنيفة ضد ميليشي الحوث الإنقلابية في جبهة المحزمات بمدرية مزر في محافظة مأرب والمحاذية لمحافظة الجوف وتمكنت قوة الجيش خلال معارك الساعات الماضية من استعادة جبال القائمة والمواقع المجاورة لها التي كانت تتمركز فيها ميليشي الحوثي وملاحقة عناصرها الفارة إلى جبال الواغرة بحسب القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي الهدي تم اليوم تحرير كائم تحليف وجميع المحزمات وعربات العدو وأفرادها وأسرارها لذلك بأيدينا ومعركة اليوم مفصلية وانصارات عظيمة هذه التبابة التي تم تحريرها كاملة والشباب يكبرون من روسها هذا ويتساقط العشرات من ميليشي الحوثي قتلى يوميا في جبهات الجوف منذ أسابيع دون أن تتمكن الميليشي من اختراق أي جبهة هناك تتواصل المعارك المستعرة في عموم جبهات الجوف نتيجة للتصعيد الحوثي بمحاولاته تحقيق أي تقدم يرفع معنويات أفراده المنهارة لكن هذا التصعيد قبل بثبات وصمود من قبل قوات الجيش الوطني ما أدى إلى فشل تلك المحاولات وانكسار كل الهجمات التي شنتها الميليشيا تم تحر أولئك الأعداء وتم إعادتهم إلى أبعد من مواقعهم وسيتابعهم الأبطال وسيهزموهم بإذن الله سبحانه وتعالى وأبشركم أن الجوف عصية على كل من غزاها قد استولينا على بعض التباب التي كانت لازالت عند العدو تم اليوم تحرير كايم تحليف وجميع المحزمات وعربات العدو وأفراده وأسرار لازالت بأيدينا ومعركة اليوم مصرية وانصارات عظيمة خسائر بشرية وأعداد كبيرة من القتلى تكبدتها ميليشيا الحوثي بعد أن زجت بأفرادها إلى معارك خاسرة أشبه بالمحرقة دون الاكتراث إلى مصير هؤلاء الأفراد التي تناثرت كثثهم في قبال وشعاب الجوف بجعلهم هدفا لقوات الجيش وطيران التحالف العربي الذي كثف من غاراته المركزة على مواقع الميليشيا اليوم الجثث متناثرة على مختلف الجبهة سواء في الجرعوب أو في جبهة حام أو في أمام جبهة النصر ولوا بالفرار مخلفين وراءهم الجثث وتم إحراق طقمين لهم ومدرعة على عيدي أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة ومخلفين وراءهم قائقار بمستاشة الجثثة حرب استنزافية تنتهجها ميليشيا الحوث الإنقلابية بهدف التوسع في مناطق محافظة الجوف غير أنها لم تجني من هذه الحرب الخاسرة سوى الموت لأفرادها الذين غررت بهم والدمار للمعدات العسكرية دون الوصول إلى مبتقاها ماجد عياش من شباب محافظة الجوف هذا ولقي عدد من قيادات ميليشيا الحوث مصرعهم إثر ضربات جوية نفذها طيران التحالف بمحافظة الجوف وقالت مصادر عسكرية أن غارة جوية سدفت عربة مدرعة في منطقة المحزمات كانت تقيل عدد من قيادات الميليشيا الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران وأسفرت الغارة بحسب المصادر عن مقتل إياد يحيى الأحمد العياني ولصار سلمان أحمد الحماس وعلي يحيى علي مفرح العياني ومحمد أحمد رافع العياني وصادق صالح مفرح العياني مضيفة أن القتلى ينحدرون من مديرية حيدان بمحافظة صعدة كما لقي القيادي عن آخر ينتمي لمديرية أرحب ويدعى مراد الحباري المكن أبو ليت لقي مصرعه مع تسعة من مرافقية في مواجهة مع الجيش الوطني في جبهات الجوف إلى ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثي بمدرية المتون شمال محافظة الجوف نعم وقالت مصادر عسكريا قوات الجيش تمكنت من أحباط محاولة تسلل الميليشيا في نقطة الجرعوب تابعة لمدرية المتون كما أضفت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني كثفت قصفها على مواقع وتحركات الميليشيا في جبهة ذاتها في حين تشهد المحافظة لليوم الثاني هدوءا حذرا مع اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني والميليشيا في عموم جبهات المحافظة تمكنت وحدات مقاتلة من الجيش الوطني من السيطرة على موقع استراتيجي في جبهة نهم عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقال مصدر عسكري لقناة يمن شباب إن قوات الجيش استعادت موقعا يطل على بوابة وخط منطقة جبل صليب كما صد الجيش هجوما شنته ميليشيا الحوثي على مواقعه في منطقة نجد العتق وقتل جميع المهاجمين خلال مواجهات دارت بين الجانبين كما أفشلت قوات الجيش عملية تسلل لنحو 25 من عناصر الميليشيا إلى مواقع لواء 114 مدرع قتل منهم ما لا يقل عن 20 ولاذا ألبقنا بالفرار إلى ذلك تفقد محافظ محافظة صنعاء اللواء عبد القوي شريف اليوم أبطال الجيش الوطني في المواقع الأمامية بجبهة نهم شرقية العاصمة صنعاء كما أشهد المحافظ بالروح المعنوية العالية التي تتمتع بها أو يتمتع بها الأبطال في مختلف جبهة القتال وبالدور البطولي الذي يقومون به في دحر عناصر الميليشيا الإنقلابية المتمردة وحفى اللواء على ضرورة التحلي باليقظة والجاهزية القتالية العالية لدحر الميليشيا المدعومة إيرانيا وتكبيدها خسائر فادحة بجراء ما اقترفته بحق الشعب اليمني كما التقى المحافظ بمشائخ ووجهاء قبيلة الجدعان أثناء على الدور الذي يقومون به في دعم الجيش الوطني ومسندته في المعارك التي يخوضونها في الجبهات القتالية المختلفة هذا وأفادت إحصائية حصلت عليها يمن شباب عن مقتل ما لا يقل عن ستمائة من ميليشيا الحوث الإنقلابية يتوزعون على تسع مناطق في محافظة صنعاء خلال المعارك الأخيرة في جبهات نهم والجوف نعم وبحسب الإحصائية فإن مدرية بني مطر غرب صنعاء احتلت صدرة قائمة المدريات في عدد قتلها من عناصر الميليشيا وبلغ عددهم مئة وسبعة وثلاثين في حين جاءت مدرية خولانة في المرتبة الثالية وبعدد تسعة وثمانين قتلا ثم الحيم الداخلية بوقع سبعين قتلا ومدرية بني حشيش بعدد ثمانية وستين قتلا كما حصدت معارك نهم والجوف أرواح 62 من ميليشيا الحوثي من مدرية نهم وسبعة وأربعين من مدرية حمدان واربعة وثلاثين من مدرية حراز وستة وثلاثين من الحيمة الخارجية وخمسة وعشرين من مدرية أرحب بحين تتسطر الميليشيا على قتل آخرين إلى مأرب الآن حيث شيعت جموع غفيرة في المدينة اليوم امرأة قضت متأثرة بإصابتها جراء القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية الأربعاء الماضي وطال منزل أسرتها النازحة في مدينة مأرب نعم وشارك العشرات من المواطنين في تشييع الشهيدة دعاء سنان التي توفيت اليوم بعد إصابتها جراء استهداف صاروخي حوثي طال الأحياء السكنية في مدينة مأرب الأربعاء الماضي ويوم أمس استدفت ميليشيا الحوثي المستشفى الصعودية الميدانية في منطقة الجفرة في محافظة مأرب والذي يعد أحد أهم المستشفيات الميدانية الذي يقدم خدماته للمدنيين وصعدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية من قصفها للأحياء السكنية في مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين والله الاستهتمد أن هذه جريمة لا تخفر وهذا عمل الجبناء عمل الذي لا عندهم إنساني ولا عندهم ضمير الرجال الشجعاني يواجهون الرجال في الميدان أما مراجمة بالسواريخ هذه هذه أعمال الجبناء أعمال الذي لا عندهم لا دين ولا ضمير ولا عندهم إنساني وفي سياق متصل إن أدانت وزارة الصحة اليمنية سيداف ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا عددا من المستشفيات في مختلف محافظة الجمهورية وأخرها سيداف المستشفى الحكومي في منطقة الجفرة في مفرق الجوف والمستشفى السعودي الميداني في محافظة مأرب الذين يعملان على تقديم الخدمات الطبية للنازحين وقالت الوزارة في بيان إن استهداف الميليشيا الحوثية للمستشفيات يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية وما سبقه من حوادث مماثلة باستهداف المنشآت وتواقم الإسعاف والعاملين الصحيين كما أبدت الوزارة استغرابها ودهشتها للصمت المطبق للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والتي لم تقم حتى بإصدار بيان إيدانا والتحديد موقفها الصريح والواضح تجاه هذا العمل الإجرامي من جهته أدان مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بأشد العبارات استمرار قيام ميليشيات الحوثي الإنقلابية بالقصف والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية ووسائل النقل والكوادر الصحية كما عبر المكتب في بيان عن استنكاره لما أقدمت عليه الميليشيا من قصف صاروخي ومدفع متعمد على مستشفى الجفرة والمستشفى السعودي في مدرية مجزر شمال محافظة مأرب ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في قسمية الطوارئ والرقود وعدد من أقسام المشفى وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية استهدفت خلال السنوات الماضية بمختلف أنواع الصواريخ والمقذفات 12 منشأة أو 12 منشأة طبية ومرفقا صحيا في مأرب بينها ثلاث مستشفيات تم تدميرها بشكل كلي كما أسهرت عمليات القصف المتكررة عن استشهاد سبعة أطباء وعملين صحيين وإصابة سبعة آخرين من الكوادر الصحية العاملة بالمحافظة إلى الظالع الآن حيث أحبطت قوات من الجيش الوطني والمقاومة هجوما شلتهم ميليشيا الحوثي الإنقلابية شمال المحافظة وقال العقيد عبد الرحمن المسني القيادي في اللواء الرابع ليمن شباب إن قوات مشتركة تمكنت فجر اليوم السبت من صد هجوم لميليشيا الحوثي على قطاع غلق عقب مواجهات بالأسلحة الرشاشة والخفيفة دارت بين الجانبين عن قرن ولم يعرف حتى اللحظة نتائج تلك المواجهات والخسائر في صفوف الميليشيا يأتي هذا الهجوم ضمن التصعيد الحوثي المستمر الأسبوع الثاني في جبهة القتال شمال وغرب محافظة الضالع أعلن مشروع علاج جرح الحرب المبتورين في تاعز والذي يرعاه الشيخ حمود سعيد المخلافي تصفير ثلاثين جريحا من المدنيين والعسكريين إلى مدينة صلال العمانية كما قالت منصقة المشروع حياة الضبحاني أن هذه الدفعة ستكون بمثابة الدفعة الأولى التي سيتم من خلالها افتتاح المركز العربي للأطراف الصناعية في صلال نحن نقوم اليوم بالاحتفاء والاحتفال بتوديع جرحة مدينة تاعز المبتورين سواء من الجيش أو من المدنيين بجهود وإشراف ومتابعة الشيخ حمود سعيد المخلافي شكرا جزيلا لسلطنة عمان الشقيقة نشكر الشيخ حمود سعيد المخلافي على مبذله القهد لأبناء تاعز لقرح المبتورين الأطراف وغيرهم أما الشرعية حقنا خذل إحنا في الوقت الحالي إحنا الآن مبتورين نعاني أفدت مصادر عسكرية بانتهاء أزمة تمرد كتيبة حرس السواحل في محافظة الخبيل سقطرة المدعوم من قبل الإمارات وأقر اجتماع عسكري انزال علم الانتقالي المطالب بالانفصال والمدعوم من أبو ظبي الذي تم رفعه من قبل عناصر من الكتيبة الأسبوع الماضي عقب إعلان انضمامهم له الأثنين الماضي كما نصى اتفاق جرى بإشراف قائد قوة الوجب السعودية وأقر عدد كتيبة حرس السواحل إلى معسكرها بكامل معدتها وألياتها العسكرية لعهدة اللواء بعد جرد كل الأليات كما تضمن الاتفاق تلبية المتطلبات المشروعة لكتيبة حرس السواحل وإرجاع موقعها وألياتها إلى أمر اللواء وإنزال علم الانتقالي ورفع علم الشرعية وسط تعهد من قبل مساعد قائد الكتيبة بعدم تكرار ما حدث وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أقرت قيادة في الجزيرة عزلة قادة في كتيبة حرس السواحل أعلن التمرد على الشرعية والولاءة للانتقالية دانى المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان جريمة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح بمحافظة الضالع عبد الرقيب قزيعة نعم وقال المرصد في بيان أن الحادث حلقة جديدة ضمن مسلسل التدهول الأمنية بالغ الخطورة في اليمن في غياب واضح لدور سلطات الأمنية وإجراءات الملاحقة القضائية وأكد البيان أن تكرار عمليات الاغتيالات وخاصة في المحافظات الجنوبية وسط التقاعس المحلي في إجراءات المساءلة وكشف وملاحقة الجناة يشجع العصابات الخارجة عن القانون على تكرار تلك العمليات في ظل غياب الرادع القضائي والأمني حقوقيا حيث قالت مؤسسة دفاع للحقوق والحريات أن تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا المخفيين بالعاصمة المؤقتة عدن من قبل التحالف العربي ليست خطوة كافية وأكدت رئيسة المؤسسة هدى الصراري في تغريدة على تويتر أن الأهم هو ملاحقة الجناة وإخضاعهم للمحاكمات والعقوبة مهما كانت صفاتهم ومراكزهم السياسية والعسكرية كما أشرت إلى أن تعقب الجناة خاصة لمن تخلص من الضحايا بالتعذيب والقتل خارج لطاق القانون هي الخطوة المطلوبة وكانت قيادة قوات التحالف العربي في عدن أعلنت عن تشكيل لجنة للبحث والتحقيق في قضية المخفيين قصرا والكشف عن مصيرهم وفي تعز تتواصل الدعوات المتكررة من قبل أمهات المختطفين والمخفيين قصرا التي طالبنا بالإفراج عن أبنائهن المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية والذين يتعرضون لأصناف التعذيب النفسي وكذلك جسدية كلما شعرت بفراغ روحها ملأته بالنظر إلى صورة ولدها جميلة الذي اختطفته ميليشيا الحوثي وهو يعاني من مرض نفسي وغيبته عاما كاملا لتستخدمه بعدها كدرع بشري خطفونا من الثلاثين الساعة واحدة بعد النص وشلونا للصالح وقال السنة طلعتوا أطلب 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 محصلتوش وبعد سنة حولوا ببولة دمار من بعد دمار اتسل لنا قالوا شروح بعد كنوا خمسة مزيسة شو وتسلني شروح أسبوع أول وأسبوع ثاني مع الثالثة هلا شهاد عقاب قالوا نضربوا سبع سواريح أنا قلسنا نبحث بعده سئلتوا أين هو وأين الرقل هذا قالوا ممكن يعني هو حوثي أو شيء ما هو حوثي يعني تعبن بس عقلي ثلاثة أطفال هم أبناء الشهيد جميل الصبري يتمتهم ميليشيا الحوثي بجرائمها التي تمارس ضد المدنيين الأبرياء اختطاف وتعذيب في السجون واستخدامهم كدروع بشرية انتهت قصة اختطاف جميل لكنها لم تختم بعودته بينما 356 مختطفا في سجون بيليشيا الحوثي ما تزال أحداث قصتهم مجهولة نهاية مؤخرا نظمت أمهات المختطفين وقفة احتجاجية تضاف إلى الوقفات التي سبقتها احتجاجات تقول أمهات المختطفين أنهن سئمن الخروج فيها نظرا لنتائجها المعدومة وفي كل مرة أحتل إلى هنا أقف مع رابطة المختطفين وكل مرة أخرج أقر أدي على الخيبة دون أي وصول لأي شيء تهبت وأنا أنادي والآن أنادي هل من مجيب؟ مناشدات مستمرة توجه للعالم والمنظمات الدولية للفت أنظارهم إلى جرائم الحوثي بحق المدنيين لكن المناشدات لا تجد من يسمعها على الأمم المتحدة أن تعمل بشكل عاجل وعادل لإنهاء هذه القضية والإغلاق هذا الملف كذلك على الحكومة الشرعية أن تتخذ كل جراءاتها لإطلاق صراحة ابناء المختطفين وعودتهم إلى أسرهم في الوقت الذي يتلقى فيه المختطفون والمخفيون قسرا أقسى أنواع التعذيب في سجون الحوثي يتعرض منهم خارج المختطف من ذويهم لعذاب آخر إنها نار الانتظار التي لا يعلمون متى تنطف أيمن قائد يمن شباب تعز أقدم مسلحون من ميليشيا الحوثي الإنقلابية على إعدام أحد عناصر جهاز مخابرات الأمن الوقائي التابع لها في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة المتمردين وقالت مصادر محلية أن القتيل يدعى عبد الرحمن محمد السعيدي اعترضه مسلحون من الميليشيا في سوق الجبر جنوب مدينة إب وطلبوه بنزع لباس خاص بالقوة الخاصة الذي يرتديه وتسليم سلاحه والمصادر أفادت أن عنصر مخابرات الأمن الوقائي استجاب لمطالب المسلحين وعرض بطاقته عليهم قبل أن يلاحقه أحدهم ويعتدي عليه ضربا ويطلق عليه الرصاص ومنع إسعافه حتى فارق الحياة هذا وتشهد محافظة إب خلافات عدة بين أجنحة وفصائل حوثية بشكل متكرر تتم خلالها تصفيات تتكتم عليها الميليشيا وتحاول احتواءها للسنة الخامسة على التوالي يقام مهرجان التراث في عسيلان بفعاليات متنوعة تبرز الإرث الحضارية للمنطقة تفاصيل أكثر في سياق التقرير يفوح عبق التاريخ مجدداً في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة حيث شهدت المديرية فعاليات المهرجان الخامس للتراث والموروث الشعبي وذلك تواصلاً بأفراح أبناء المديرية بتحرير مديريتهم من الميليشيات الحوثية أعبر عن تراث آباءنا وأجدادنا وهذا بالخيول الأصائل العربية والهجن التي كنا نعتادها ونغضي فوقها ونحمل فوقها وعايشين عليها قبل هذا الزمان تراث آباءنا وأجدادنا اللي كانوا معتمدين عليه وعلى تراثهم نجد التاريخ هذا التراث لأجل أبناءنا يستفيدون من هذه التراث ويكونون على علم لأن هذا تراث أجدادهم وآباءهم وأنه المصلحتهم وأن اللي ما له ماضي ما له حاضر المهرجان تنوعت فقراته ما بين تقديم الرقصات الشعبية والزوامل وسباقات الهجن والفروسية فضلاً عن إقامة قرية تراثية احتوت على نماذج من الأدوات التقليدية القديمة التي كان يستخدمها الإنسان في حقب زمنية ماضية قدمنا القرية التراثي وبنينها التي تحمل أدوات منزلية قديمة ويكون انطلاق منها انطلاق الخيل على مدى كيلو ومئتين متن وبعده انطلاق الهجن على بعد ثلاثة كيلو متن تراثنا هوية وانتماء وبه يفخر الأحفاد والأبناء تقليداً لأجدادنا هكذا عبر أبناء عسيلان عن حفلهم ويعد من المهرجانات النادرة للتراث على مستوى الوطن في ظل ما تمر به البلاد هذا وقد نال المهرجان السحسان الحاضرين وموثلي المحافظة ووزارة الثقافة والعديد من المشائخ والأعيان الاجتماعية المهرجان عسيلان الخامس الموروث الشعبي تميز بهذه الحضور الجماهيري وبهذا التحضير الغير عادي الذي أنا شخصياً فوجئت به ولم أكن أتوقع أن يكون بهذا الزخم وهذا التحضير وهذا الجمال وهذا الحماس الغير عادي الذي تمر الذي شاهدنا في هذه الأمسية في مديرية عسيلان مهرجان التراث في مديرية عسيلان تقليد سنوي ينظمه الأهالي بمجهود ذاتي وذلك بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي الأصيل الذي تميزت به مديرية عسيلان ولغرض تعريف الأجيال به هذا وقد كرم الفائزون بالمسابقة بجوائز مالية وعينية نايت أخبار التاسعة تابعتم فيها فريق الخبراء الدوليين يؤكدوا استمرار تدفق الأسلحة الحثيين عبر سلطنة عمان وسواحل الجنوب استمرار المعارك في جبهة مأرب والجوف ونهم والجيش يسقطوا طائرة مسيرة سيارة إيرانية الصنع في الصفراء بصعبة كما تابعتم أيضا العشرات يشيعون أمرأة في مأرب بقضت متأثرة بالقصف الحوثي والصحة تدين القصف الحوثي للمستشفيات وصمت الدولي المريب دمتم وعدام اليمن بألف خير إلى اللقاء في أمان الله